اشتركوا في القناة نتقدم بالتهناء إلى سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وسيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد على هذا الانجاز الذي تحقق اليوم باسم البحرين بالنسبة لنا كعاملين وقامين على قطاع السياحة هذا شرف فخر كبير لنا بأن البحرين تستضيف عاصمة السياحة العربية باجماع عربي من وزراء السياحة العرب للعام المقبل إن شاء الله في عام 2020 وهذه أيضا شهادة للبحرين حيث أنها سبقت واستضافت نفس الحدث في عام 2013 ويتكرر مرتين في أقل من عشر سنوات أعتقد هي شهادة كبيرة إلى ما تتمتع به البحرين من منتج سياحي متميز بين الدول العربية وإن شاء الله سوف نعمل في الهيئة على إخراج نسخة مجددة لهذا الحدث في 2020 بأحسن ما كان عليه الحال في 2013 نعم أسعدت الوزير لكن ما هي المعايير التي تمت على أساس اختيار المنامع عاصمة للسياحة العربية المعايير هي مقرة من المجلس الوزاري للوزراء السياحة العرب تشمل عدة بنود منها في مقدمة طبعا الأمن السياحي والأمن الوطني والحمد لله البحرين تتمتع في هذا المجال بالتميز عالي ويتبع أمور مثل البنية التحتية في السياحة تنوع المنتج السياحي سهولة الوصول والدخول للبلاد المجايا الأخرى التي تمتع فيها السائح من سهولة التنقل داخل البلاد كلها الحمد لله البحرين تحتويها وتتميز فيها وإن شاء الله نحافظ عليها وننميها أكثر نعم سعادة الوزير هل هناك برامج سوف يتم تقديمها للزوار بعد اختيار المنام عاصمة للسياحة العربية طبعا رح تكون رزنامة فعاليات متكاملة على مدى العام القادم سوف يتم الإعلان عنها رسميا بحضور المنظمة العربية للسياحة في مملكة البحرين في بداية العام القادم إن شاء الله وتتميز بفعاليات متنوعة بعضها ترفيهية وبعضها اقتصادية ولكن كلها تصب في نهاية الأمر في المنتج السياحي وتطوير البيئة السياحية نعم إذن من الإحساس عادة السيد زيد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر